قامت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتوزيع مساعدات إغاثية للاجئين من مسلمي الروهينغا ببنجلاديش. وذلك بالتعاون مع هيئة الإغاثة للحقوق والحريات. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير في تصريح صحفي اليوم. قال إن الهلال الأحمر الكويتي واستجابة للحالة الإنسانية. ولما يعانيه لاجئ الروهينغا لسيما من الأطفال والنساء وكبار السن في بنجلاديش من أوضاع مأساوية قاسية. فقد سارعت إلى التعاون مع المنظمات الإنسانية لسيما هيئة الإغاثة للحقوق والحريات. لتوزيع المساعدات الإغاثية عليهم في المخيمات خاصة الخاصة بهم.